أهلاً لكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر والذي نخصصه للمشهد التونسي ونسأل سؤال رئيس الليلة كيف ينظر المواطن التونسي لتحذيرات وتهديد الهيئة الانتخابية التي شكلها سعيد مؤخراً قال لك من يدعو لمقاطعة الاستفتاء المقبل سيجرم أكان شخصاً أو حزباً أو غيره كيف ينظر المواطن التونسي لذلك؟ وهل سياسة التخويف والترهيب هي في طريق العودة؟ وهل تنجح هذه السياسة في إعادة المواطن التونسي إلى دائرة الخوف من قوسين؟ آمل أن مشاركات عديدة اليوم من تونس تأتي لتشارك وترد على هذا السؤال المهم قال بيان للرئاسة التونسية أن رئيس ما يسمى اللجنة الدستورية الصادق بالعيد سلم الرئيس المنقلب قيس سعيد اليوم مسودت ما أسموه الدستور الجديد وقال سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائياً وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير ينوي سعيد عرض هذا الدستور الجديد للاستفتاء في الخامس والعشرين من جوليا المقبل متجاهلاً رفضاً من قبل أغلب القوى السياسية المعارضة للانقلال بدأت اللجنة المكلفة بمرسوم من سعيد بصياغة مشروع دستور جديد في أقل من عشرين يوم في غياب كل القوى السياسية المعارضة التي أعلنت مقطعتها للاستفتاء وكذلك مقطعة اتحاد الشغل ليس واضحاً طبيعة النظام السياسي الذي سيعتمد في الدستور الجديد ولكن رئيس اللجنة قال أن الدستور سيولي أهمية أكبر للاقتصاد وسيخصص فيه باباً لأسس النهوض الاقتصاد لا أعلم كيف يكون النهوض الاقتصادي في الدستور الحقيقة خلافاً لما ورد في دستور 2014 فإن الدستور الجديد المزعوم سينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين الوزير الأول وليس رئيس الحكومة في مناسبة أولى وفي حال الفشل يعين بديلاً له في مناسبة ثانية وفي حال الفشل مرة أخرى يلتزم رئيس الجمهورية بالاستقال من منصبه في الدستور الجديد سيكتفي البرلمان بدوره التشريعي وسيكون دور رئيس الجمهورية في المقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية كما أشار بالعيد في مرحلة سابقة بأن الدستور الجديد سيتخلى عن المرجعية الدينية التي كانت مؤصلة في دستور 2014 فيما تحدثت بعض المصادر أنه سيتم منع الإضراب في القضاء والأمن من جهة ثانية أثارت تصريحات أعظام من هيئة الانتخابات التي شكلها الرئيس المنقلب بخصوص فرضية تتبع الأحزاب والإئتلافات المقاطعة للاستفتاء ومعاقبتهم ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام أثارت جدلا واسعا وسط تنديد بما وصفه المعارضون بتهديد المقاطعين وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس اللجنة القانونية ماهر الجديد في حوار للإذاعة الرسمية إن الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لأن أفعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية كما قال تونسيا أيضا جرى إيقاف الناشط السياسي بشير اليوسفي بزعم شبهة تورطه في قضية ما يعرف بشركة إنستالينغو ومن جهته أكد المحامي سمير بن عمر الاحتفاظ بالناشط السياسي بشير اليوسفي على خلفية نشاطه السياسي ومعارضته لقرارات 25 جوليا وفق قوله وأوضح بن عمر أن كل ما في الأمر أن مدونا تم إيقافه في الأيام المنقضية على ذمة البحث في الملف المذكور قال في اعترافاته إنه ينشط ضمن مجموعة على صفحات التواصل الاجتماعي تحت اسم مدونون ضد الانقلاب من بينهم اليوسفي تونس إذن مسودة الدستور الجديد على طاولة الرئيس المنقلب قيس سعيد الهيئة الانتخابية التي شكلها سعيد تجرم الدعوة لمقاطعة الاستفتاء واعتقال الناشط السياسي بشير اليوسفي وهو مشرف على صفحات ترفض الانقلاب وتدعو لمقاطعة الاستفتاء نسأل الليلة هل الدعوة لمقاطعة الاستفتاء جريمة أليست ألا تندرج ضمن حرية التعبير وحرية النشاط وحرية التنظم وحرية التعبير عن الرأي أم أن الحريات تتآكل في بلد الثورة لماذا اعتقل الناشط السياسي بشير اليوسفي وقبله الحيدوري وصالح عطية وآخرون من يعمل على إعادة الخوف في تونس وهل ينجح في ذلك يا ترى أسئلة نطرحه وهل كل من يود أن يشارك ويعبر معنا الليلة حول هذا الموضوع اللي يتعلق بالمسائل الحقوقية والحريات أيضا نرحل في البداية بضيفنا الأول في هذه الساعة الدكتور عبدالوهاب معطر الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري من تونس دكتور معطر مساء الخير نبدأ بهذا الدستور الجديد أو مسودة الدستور الجديد التي استلمها الرئيس المنقلب اليوم من الصادق بالعيد ماذا تسرب من هذه المسودة من نقاط وعنوين عريبة نعم شكرا أخي الصالح وكان الله في عونك أهلا وثانيا يعني قبل أن نتعرض أنا أنا شخصيا أحنا ضد ضد العملية هذه كلها لأنها هي ننتاج عملية انقلابية معروفة وهي عبارة عن حلقات متتالية لسلسلة معروفة وبالتالي محتوى الدستور كما هو لا يهم من الكثير علما بأن ما أريد أن أقوله أن هذا الرئيس وضع المرسوم عبد الثلاثين ووضح فيه كيفية سياقة هذا الدستور وقال أن هناك لجنة وطنية اتشارية تتكون من ثلاثة بجان لجنة قانونية ولجنة اقتصادية ولجنة الحوار مبدئيا يجب على الأقل نحكي أنا على كيف أنه يضع حتى الأسس والقوانين والإجراءات لكنهم لا يحترموها نعلم أن في هذه الثلاثة لجنة القانونية لم تجتمع مطلقا لأن العمداء الذين كلفهم رفضوا الحضور ولم نسمع في الأخبار أن اللجنة القانونية اجتمعت لجنة الحوار التي هي مفترض أنها تجمع ثلاثة لجنة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية أيضا لم تجتمع الدستور اللجنة الوحيدة مثل الثلاثة لجان التي اجتمعت وهناك الأخبار تأتينا في الوطنية وفي وكالة الأنباء وفي الأطراف وفي الصور هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية فقط السؤال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في المرسوم عبد الثلاثين ليس لها علاقة بالدستور هي فقط مطلوب منها أن تبدي رأيها الاستشار في خصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية إذن هذا الدستور اليوم سلم الصادق بالعيد إلى رئيس الجمهورية من وضعه من صاغه هذا السؤال وفي عشرين يوم ما يهمش عشرين عشرين يوم لكن يعني حبيت نقول هذه نقطة هامة رأي جدا نعم يعني أن حتى الإجراءات التي يضعها الانقلاب في فياقة الدستور لم يقع احترام ونحن أمام اليوم مخترح دستور لا نعرف أي لجنة صاغت وأي أشخاص عنا فقط واحد هو الصادق بالعيد إذن أنا أقول هو الدستور الصادق بالعيد فقط هناك أقويل هناك أقويل دكتور معطر في هذا الإطار هناك من يقول بأن هذا الدستور ربما حاضر في أدراج سعيد قبل حتى أن يصبح رئيس هناك من يقول هذا الدستور أعد في باريس أو في عاصمة أخرى لا أحد يعلم لكن الأقويل كثرت لأن الحقيقة لا الوقت يسمح بإعداد دستور حقيقي ولا اللجان اجتمعت كما أشرت حضرتك إن أن اللغز اللغز كبير ويستعصي على الفهم الحقيقي نعم وأنا أقول أن إذا كان نقوله من الناحية الشكلية من الناحية الشكلية يعني ما يسمى معناتها التلقي المتلقي يقول أن فقط هو صدق بالعيد الذي وضع هذا الدستور لكن ما خافية يمكن هو أعظم أن حتى صدق بالعيد لم يكن إلا بيدق من البيادق التي استعملتها أطراف أخرى من بينها الانقلاب لإخراج هذا الدستور ونجيل مضمونه وأنا لا هم مضمونه شخصيا أنا مختصر دستوري وسأشبعه تحليلا عن ما يضضر لكن ما يتسرب عنه ما يتسرب عنه لأني أدعو إلى مقاطعة هذا الدستور أصلا ولا أدخل في المظامين لكن إذا كان تطرقنا إلى المظامين فقط لأن الناس المتردية والناس والمواطنين الذين لا يعرفون الأبعاد نريد أن نفسر لهم هذا الدستور لحد الآن هناك مسألة أساسية هو أن الدين الدولة الإسلام وقع إلغائه وهذا أكده منذ حين البيضق الثاني الذي هو أمين محفوظ هو في التاسعة أنا جاء قبل عميد العر عميد المحامين نفس الشيء قال لك الإسلام يعني رجعنا نحاول الإسلام على الخاطر حتى في عام 59 رجعوه لأنه كان هناك المؤتمر الأفخارسي يعني وبينما اليوم انتهى المؤتمر الأفخارسي وليس هناك تهديد للإسلام وبالتالي نحاول إسلام هذا أولا الثنين ما يسمى قاله في التوطئ أو في البندل أو في الشابيتر الأول يعني في الباب الأول من الدستور يحكيه على المسائل الاقتصادية يعني عادة من الجساتير تحكي على الأمور الحريات تحكي على الهوية الدولة تحكي على الأسس والمبادئ تقوم توزيع الصلاة إلى غير ذلك أحلى اليوم قال لك شي جديد أمر غير مسبوك في العالم هو أنه البنت الباب من الدستور ليس يخل الاجتماعي بالاقتصادية للنهوض الاقتصادي وكي ما قلت لسه أنا نحبته بعد نشوف أنا طلعت على خرجتها جريدة من الجرائد هذا الأشياء وهي عمور إنشائية لأن الدستور يفترض يدوم سنوات طويلة كيف يمكن أن يتحدث عن جوانب اقتصادية اليوم قد تكون غير مطروحة غدا بالضبط بالضبط هو مش معناتها والرؤية الاقتصادية ناجع على الوضع الحالي التي تجتمع وتتبادل حول تونس في أزمة وأزمة خالقة غارقة في الديون وأوضاع اقتصادية متدهورة وبالتالي يعني حقيقة عبث هذا عبث بالإضافة يقولوا أنه وهذا كل تسريبات يقولوا أن النظام السياسي مشيكون فيه الرئيس فوق الدستور يعني احنا هنا تحولنا من النظوم الديمقراطي نظوم الملكية يعني الملك باعتباره أخذ البيعة من الله والخليفة واخذها فوق الدستور قال لك الرئيس لشيكون فوق الدستور والحكومة معناتها عبارة على هيئة حكمية هيئة حكمية نعم والبرلمان يعني هو مش يجيبوه بالانتخاب الأفراد وبالتالي مش يكون معناتها مش موعة من كل من هبه ودبه إلى غير ذلك وحسب الجهات وحسب التصحيد القذافي إلى غير ذلك وبالتالي نحن مهزة الحقيقية معناتها مهزة الحقيقية سيدي طيب هذه المهزلة كيف تمر يعني يا دكتور هذا السؤال طرحناه معك وطرحناه مع ضيوف آخرين كيف يسمح التونسيون بتمرير هذه المهزلة أنا متأكد أن هذه لن تمر يعني حتى ولو لأن شوف سيدي هذا 25 جوليا أنا نتذكر في ماي 2002 بن علي أعمل استفتاء وكنا في المعارضة ندينا بالمقاطعة النشيطة وكان حتى قناتكم وكانت فيها معناتها ناس معناتها منها هذه اللبنانية خصص برنامج كان في الرأي الحر حول مسألة المقاطعة المقاطعة يحب جرموها يريدون تجريمها ثلين هالاستفتاء هذا اللي تحب تعمل على دستور تعطي ناشي حد أدنى من المصوتين باش نجموا نعرفوا اللي هو ما نستجم نمشيوا الاستفتاء ولا لا في الأنظمة الأخرى يقول لك على الأقل 40% من بسم الانتخابي هنا في تونس ما حددتش قال لك لو كان يشاركوا 100 واحد 100 شخص فيهم 51 واحد معاه فأنه يتعدى مهم ناشي في التسعة ملايين من الناخبين هذه واحدة يعني معناتها شيء غريب ثاني حاجة هو أنه في صورة ما إذا شاركوا الناس وجات لا يعني يعني يمنحوا في المنية واحد جاءوا 51 واحد لا اش ماشي يصير هل أما هذا يعني في الانقلاب يرجع معناتها يرجع للزاوية متاعه هل أنه ماشي بندت في الاستثناء قيل يستقيل لسنا ندري قالوا يستقيل إذا فشل الاستفتاء لا والله لا يستقيل ما هو حل قاله على الأقل وقتا نوليه ويشاركوا بلا يعني أحنا قاطعوا الاستفتاء تماما على خاطر حتى يتشارك بلا وتعبي الناس بلا هل لا هذه لا تؤدي لنتيجة بالعكس ونقطة أخرى يا سيدي هو افتراض أن لا كانت هي الغالبة من يؤكد أن هذه الانتخابات التي شكلها قيد الصعيد والتي تجرم المقاطعة لن تزور هذا الاستفتاء يعني من يتمسها تلقاها معناتها ممسكرة يعني ما هو المخرج إذن أمام استفتاء قريب وربما انتخابات يعد لها سعيد وما إلى ذلك شوف يا سيدي أنا متأكد أنا متفائل متفائل بالشعب التونسي وبينوخب وبيحزابه احنا عمرنا أنا تو وصلت لهذا العمر وعارفت من وقت بورجيبة وانتي ماشي عمري ما ريت المعارضة التونسية والنخبة التونسية والأسياس الاجتماعية المختلفة متواع متحدة ضد السلطة حتى في بن علي في أتعس أيامه كان المجتمع مقصوب اليوم يا سيدي المجتمع الكل في كلمة واحدة الناس الكل القضاء المحامين الأطباء المهندسين عموم المواطن الأحزاب الجمعيات كل الناس قول أن هذه مسخرة و هذه نهزة هذا بالإضافة إلى من ناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن الناحية القانونية هذا الانقلاب وهذا الانقلاب ليس له مقاومة البقع هي أيام يا سيدي هي أيام طيب أختم معك أختم معك دكتور معطر أختم معك بالنقطة الأخيرة التي تتعلق بالتهديد الذي وجهته هيئة الانتخابات التي عينها وشكلها سعيد أن من يدعو ويحرض ضد المشاركة في هذا الاستفتاء سيجرم هل أنتم ستتجرؤون للمطالبة بالدعوة لمقاطعة هذا الاستفتاء وتتحملون العواقب أم ربما التونسيون سيختارون الصمت يا سيد احنا دارسنا هذا الموضوع في نطاق الأحجاب وفي نطاق الجمعيات وقد دارسناه وقلنا أن هذا لن يزيدنا إلا إصرار على الدعوة للمقاطعة كلف ذلك ما كلف فليجررون للسجون فلرحبا بالسجن هذا موقف تقريبا كل الأحجاب الموجودة ولن نتراجع عن ذلك وسنتعود المقاطعة النشيطة حتى في فطرة الحملة سنتعود المقاطعة النشيطة لهذا الاستفتاء كلمة أخيرة دكتور عبد الوهاب أعذرني في الإضافة أنت لديك ثقة كما أغلب ضيوفنا الذين يشاركون معنا لديكم ثقة في سقوط الإنقلاب لكن السؤال المهم هو متى وكيف هذا السؤال محور يا سيد يريدنا أن نلقاه يعني نحن توقع ديناميك داخلية قاعدة تتشكل لو كانت تشوف المسار من 25 إلى اليوم ترى أن القوة الضاغطة ضد الإنقلاب قاعدة نتوسع بقي أن كيف سيكون ثالث وإلى غير ذلك هذا أمر لا ليس هناك خطة واضحة الأهم شيء هو أعداد بديل لهذا إلى هذا الشخص لأن حتى لو نجح فتستفتاه ماذا بعد يا سيدي ماذا بعد لم هناك حدود هو فقط يربح في الوقت للأسف السديد هذا ما يكلف الدولة ويكلف المجتمع خسائر فادحة كيفية الطريق أنا قلت منذ المدى الفاتحة هو النظال والاستعداد للتفحية لا بد أن نقدم تفحيات من أجل تونس العزيزة هذا هو الأمر الدكتور عبدالهاب معطر الوزير السابق نعم وأستاذ القانون الدستوري كنت معنا من تونس نشكره كجزيلة شكر وعذرني وعذرني طبعا لذيق الوقت حتى نعود للجمهور للاستماع لما يراه ومعنا أيضا في النصف الثاني من هذه الساعة ضيف ثاني لنتحدث معه عن بعض المعتقلين لماذا وماذا حصل معهم محمود من تونس عن طريق الواتساب يقول المنقلب المعتوه يجب أن يرحل اليوم قبل الغد وأن دستوره واستفتاءه لا يهمنا ولا يعنينا مهما كلفنا الثمن هذا المعتوه كما يصفه يريد اكتساب الشرعية بالقوة وضد إرادة الشعب أبو خالد يقول يعني موضوع خارج السياق صالح من المغرب يقول لقد ابتليت شقيقة تونس برجل مجنون وحاشية انتهازية الدستور الذي تكون له مصداقية هو الذي يصوت عليه الشعب بإرادة حرة ونزيهة وليس دستورا مفروضا على الشعب بالقوة بالرغم من عدم إشراك الشعب في صياغتي إنها الدكتاتورية بكل تجلياتها ناخذ مشارك بل قبل المشاركين نواصل لأنه لدينا الحقيقة العديد من المشاركات عن طريق الواتساب رسالة ولكن لا يظهر اسم صاحبها عبد النبي الآن من المغرب يقول عندما قام الرئيس قيس عيد بغلق البرلمان وأقصى أغلب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات في صياغة الدستور التونسي الجديد لتصحيح المسار السياسي لا نسميه دستور بل هو انقلاب على الدستور فمن الواجب على الشعب التونسي الخلوق والمناظل المقاطعة الشاملة الاستفتالي لتصحيح مسار البلاد إلى الديمقراطية والحرية وحقوق التونسيين أبو ياسين من هولندا يقول والله لا استغرب مدام لا توجد في هذا الدستور الهزيل أي مادة تشير لأن الإسلام دين الدولة أن يستيقظ التونسيون بعد الاستفتاء ويتفاجأ بأن ما يسمى الدين الإبراهيمي هو دين الدولة المواطن التونسي على فكرة هادئ ولكنه ليس ليس وليس يعني لا يعني أنه لا يهتم بهذه المسائل هو مهتم ولكنه يتظاهر الآن بشكل بشكل منظم وفق وفق هذا النشاط والحراك الذي ترونه منير مساء الخير منير أهلا وسهلا يهلا وعليك السلام بغض الطرف يعني بغض النظر على على ما يقوله الفيحية والواكل المرتزقة اللي عملهم هم بتاع الانتخابات المسألة أكبر من الشيء ضيق أنا البدا حكيت معك على فكرة تواصلت معك وقلت لك يجب أن يحاكم واليوم بدلت رأي يجب أن يعد ماكم تشاو سيستم تعالوا معنا لا لا منير منير لأن نريد أن ندخل في هذه المسائل لأن هذا دعوة للعنف على كل حال القضاء اسمح ليكم الفق القضاء سيأخذ مجراها إذا الأمور ذهبت إلى الإحالة للقضاء وغيره هذا أمر يترك للشعب التونسي وللقضاء التونسي دعنا الآن فيما فيما يعنينا الآن هناك دستور دستور أو هذا المسمى دستور جديد ضيفنا منذ قليل قال لك دين الدولة الإسلام لم يشر إليه البتة وكأننا نحن قوم يعني لا أدري في المريخ أو في مكان آخر والدستور يركز يركز على الجوانب الاقتصادية ولا يشير إلى المواضيع الحريات والمبادئ العامة وهي مهمة في الدستير وأيضا الرئيس فوق الدستور أعطيني تعليقك على هذا الدستور الجديد والله والله مهجلة يعني ما عدم الباحث ما يحكيش فيه أحسن يعني ما 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 يعني ما يعني ما يسواش للحبر اللي تكتب به يعني ما مش حاجة ثانية يعني أنا نتوجه للشعب التونسي لكن المغرر به ممساكن وكل المغرورين وكل شي إذا كان مش يبشوا الاستفتاء ومش يقولوا لا رأم شاركين في الجرب رأوح رأم رأم إذا كان ومش يمر الدستور هذائرة وغضو يقول لهم راجل عارس براجل وما تماش معدنا جديد نحن يزم راجل عارس براجل معقود يزم رئيس يجيني من جربة واحد يهودي يقول لي نترجح لرئيسات الانتخابية أو لرئيسات الرياسية قلوا ما يستيرش يعني معدنا جديد شكر لك مونير أشكرك طبعا نحن أشرنا إلى الناشط السياسي اليوسفي الذي تم اعتقاله ودائما التهم جاهزة وإن كان المحامي سامير بن عمر سيكون معنا بعد قليل يقول بأن هذا الاعتقال لا علاقة له بالتهمة المعلنة لكن الحقيقة هناك حالات أيضا نواب كثر وشخصيات معروفة ذهبت إلى مطار قرطاج تريد السفر لسبب ما لغرض ما ومنعت من السفر أحد هؤلاء أحد هؤلاء هو كمال عمارة رئيس بلدية بن زرط تصور رئيس بلدية ذهب بشكل محترم إلى المطار يريد أن يسافر لحضور فعاليات مهمة لأجل بلاده يمنع من السفر نتابعه ثم نعود زملاء الكرام نود أن نتابع كمال بن عمارة الفيديو الذي أعددناه وهو رئيس بلدية بن زرط الذي منع من السفر يريد لو جاهز انبثوه يوم لحد 19 أجواء من أمام مطار تونس قرطاج للأسف لأول مرة في حياتي كلها كنت لأمان تمنعا بشن نسافر أنا كنت بشن نشارك في مؤتمر عالمي حول المدن بشنمثل فيه الجامعة الوطنية المدن التونسية عبد قديقة قعدوا يسعدوا مع الزائفة لي وما إلى ذلك وفي الأخطر قالوا لي رأوا القيادة ما ما عطتنيش الأذن بشأنك بشأنك تساكر وتاريز وتسترجع أنا نساعد من كل شي نحب نحيل الأعوال التي موجدين في المطار حتى السلسان دي معنط عوال فريمون ترافايكي انترافاييش معنط التري بروفوسيال المون اللي اعطاها الشي يسمو معنط التعليمات هذه بش نتمنعها من السفار رحمت إلى إن شاء الله نشوفوا إن شاء الله يرجع القانون ويرجع القضاء ونشوفوا يعني معنط شنو الوضعية قانونية متاع إذا كان في المتالة معنط أي حد جاوز القانون لأنها مخالفة لا للقانون ولا للدستور ولا لأي واحد نعش واحد في المتالة في السفر على أي سبب وإذا كان فمش سبب قضائي وبالتالي هذا معنط نوع من أنواع العبث بالدولة بالأفراد اللي هم موجودين في الدولة وصلنا إلى درجة معنط كنا نتوقع الحمد لله بعد ما عملنا دستور عملنا قوانين عملنا واحد كنا نتوقع أن الأمور هذه ما عملنا ننساوها كمبلة مومي حياتنا الأوضاع رجعت الأسوأ منه لأنه لا في وقت برقيب ولا في وقت من علي صال الكلام على كل حال إن شاء الله كما قلنا في المتالة معنط نرجع للدولة لأنه معنط يبدو أنه معاتش في إطار دولة وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله ولن إن شاء الله وقفيت مع الموضوع السلام عليكم كان هذا إذن رئيس بلديد بن زرط السيد كمال عمارة منع من السفر دون سبب وجيه وآخرون أيضا يعانون من الذي يجري في تونس والله لا يمكن أن تصنع ثورة ثم تنتهي في هذه الأوحال وهذه المشاكل السياسية والاقتصادية التي إلها أول ما إلها آخر والله كم كان تونس جنة قبل الإنقلاب قل لك العشرية السوداء والله ليس هناك أسود من قلوب هؤلاء الذين يتحدثون عن عشرية سوداء أقولها وبكل صراحة كانت عشرية واعدة كان فيها حريات وكان فيها إنجازات ومنافق وكذا من يقول ليس هناك إنجازات حتى الإرباك اللي كان في البرلمان كان إرباك ضمن المربع الديمقراطي رغم أن عبير بوسي بالغت وكانت تستحق العقاب وقالها كثيرون ولكن دائما ضمن المربع المحتمل لكن الذين يتربصون بالديمقراطية وبالدولة ويريدون الانقضاض على الحكم يحولون لك الأشياء إلى نقيضها حتى يبرروا إجرامهم الذي يجري في تونس الآن هو جريمة حقيقية جريمة في حق السياسة وجريمة في حق الاقتصاد وجريمة في حق الحريات وجريمة في حق هذه الكفاءات مسافر حتى يحضر ليتحدث عن بلده فيمنع من السبب اللي يحصل في تونس هذا والله العظيم لا يقبله عقل ولا منطق أبو سعيد من ألمانيا السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام أخي أخي أنا استغرب يعني من أنه مجرم من قلب يجرم يجرم من يدعو مثلا لمقاطعة استفتاء هذا من أعجب العجاب ومن أغرب الغراب الإنقلاب هو الجريمة الأولى الإنقلاب هو الجريمة الأولى وبالتالي معناته على التونسيين أن يقفوا جميعا ضد هذا الإنقلاب أنا لا أطمع في أفصال لا أدري معنا لا لا أنا سامعك تفضل نعم فبالتالي إذن الجريمة هي الإنقلاب وكل عمل معناتها يقع مراكمته ضد هذا الإنقلاب هو عمل مشروع وبالتالي على التونسيين أن يهبوا جميعا وأن يقاطعوا أنا سمعت أحد المعارضين يقول نحن نعارض وسنذب ونصوت بلا لا هذا خطأ نعتبره على التونسيين أن يكونوا صبتا واحدا ويقاطعوا هذا الاستفتاء هذا المجرم روي عنه أنه في 2017 قال أن الاستفتاءات في الأنظمة الدكتاتورية هي يعني تزييف للوعي وهكذا وهذا من الشيء كان ضد هو نفسه هذا المجرم المنقلب يقول أن معناتها الاستفتاءات هي أدات دكتاتورية للتزيين وهكذا فكان عنده تصريح ضد الاستفتاءات في الأنظمة الدكتاتورية فكيف الآن يأتي ويموه علينا ويقول هذا يعني ويقول أن معناتها الدستور القديم لا يصلح ودستور الذي صنعه الحفنوي في زاوية من الزوايا سوف يكون دستورا صالحا ويقبل به التونسيون هيهات هيهات لن يمر لن يمر ثم لن يمر شكر لك أبو سعيد من ألمانيا يوسف الزبيدي من الأردن يقول لا تقرأ رسائلي أنا لا أجد لك رسالة إلا عتبا ولوم ارسل رسالة مفيدة في الموضوع سنعرضها عزيزي ولسنا هنا لعرض العتب واللوم يعني على ماذا تعتب وعلى ماذا تلوم رسالة أيضا الهاشيون السعودية يقول قيس سعيد يقوم بتفكيك ممنهج لجمهورية تونسية عبر مذابح للسلطات تماما مثل ما فعل نابليون في فرنسا وأعلن نفسه إمبراطور بعدها يتكرر السيناريو في تونس مع بعض التعديل يقول بلال من تونس يقول لا يوجد حل الأزمة التونسية قاطعنا الاستفتاء أم لا قيس سعيد ماضا في مشروعه وله دعم من القوى الصلبة الجيش والداخلية وكذلك القوى الدولية وكل الاحترام للسيد عبدالوهاب معطر لكن مثل باقية المعارضة غارقين في التفاؤل بلال من تونس هو ليس مجرد غلق في التفاؤل العزيزي المعطيات على الأرض تشير إلى أن الشارع كله يعارض هذا الانقلاب أما قصة المؤسسات الصلبة أنا شخصيا لا أراها كذلك كنت وأقول وأكرر أنا لا أدري طبعا سعيد لأنه رئيس أعلى للقوات المسلحة يأمر فيستجاب لأوامره وزير الدفاع طبعا هو اللي جابه لكن كمؤسسات كمؤسسات هذه المؤسسات ليست مع الانقلاب غدا لو تغير سعيد ستنصع لي لمن سيأتي بعده هي منظمات مهنية لم تتورط في السلطة سابقة وتتعامل الآن مع الأوامر ليس إلا أنا هذا ما أراه الحقيقة وننزه مؤسساتنا طبعا قد يكون البعض من قوى الأمن الجانب السيء منهم ربما سعيد بنقلاب سعيد ولكنهم قلة ولكن في العموم المؤسسات هذه مؤسسات وطنية وجمهورية الجابسي من تونس يقول دستور بين يومين وغتصتين لا أدري ماذا يقصد بذلك يقول بين تصريحات اليوم لبلعيد ومحجوب وبدربال وتعديلات فخامته انتظروا وقوع الكارثة فعلا سنأكل يعني بالعمية سنأكل على رؤوسنا حتى نشعف يعني ستنال نتيجة أو على نفسها جنة براقش ربما يجوز هذا المثال في هذا المقام رسالة من أبو أشرف من مصر يقول هذا المعتوه أكيد وراءه قوة حركه ربنا يهزم إن شاء الله يقول أبو أشرف هناك أشكالية الحقيقة يبدو في الاتصال لا أدري شحيحة الاتصالات من تونس لا أدري هناك تشويش متعمد أو هناك قلة اهتمام من التونسيين أو ثم أشكالية في الهواتف لا أدري ولكن هذا الحقيقة زملائي الآن يطلعونني على الأمر من خلف أبو أحمد من الأردن يقول نصيحة لقيس عيد من الصعب جدا والمستحيل أن تعيد الشعب التونسي إلى عهد بن علي حتى ولو دعمك العالم كله ارجع أفضل لك أنت وليس للشعب التونسي رسالة أيضا من فايز أعطي طيب سعيد مساء الخير مساء الخير يا أهل أبيك تفضل إذي تفضلك يا أخويا صالح أيوة المشكلة متاع هذا قيس سعيد أراه ما يتنح ألا ما تنوذ جنرال في تولس لازم تنوذ عامة كما صرار البن علي فهمتني يعني مظاهرات حاشد من غير هذا أي مظاهرات حاشد من غير هذا رأه قاعد وما ينجب حد ينحيه حتى كل السسم المعارضة والواحد ذاك صحة برك الله وفير يواعو في الناس لكن الشعب راقد وقت ينوذ الشعب وينوذ جنرال مظاهرة حاشدة في مصرات البن علي الوقت ذاك كتير ولازم يحاكموه ويرجع الفلوس متاع السنوات اللي كان يخفوها 30 مليون كل شعب والشعب فقير يعني أنت برأيك لا يستحق هذا الراتب إذا ما أقيل أو عزل عليه أن يعيد هذه الأموال نعم أنت لو تركتني أكمل السؤال كان سمعتني أنت تقصد إذا تم عزله عليه أن يعيد هذه الأموال لأنه لا يستحقها نعم 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 طيب لكن الآن الآن الدعوة الدعوة لمقاطعة هذا الاستفتاء هي ستعتبر جريمة بنظر هيئة الانتخابات التي شكلها سعيد غير سامحني يا أخي يا صالح حتى لو كان يقاطعوا الاستفتاء هو المشيه فانت كيف هو المشيه حق الباطل طيب والعمل العمل قلتك لازم مظاهرات حاشدة جنرال في تونس من غير هذا والله العظيم ما يزعزه حد واحد شكرا لك سعيد من تونس أشكرك الحاج مساء الخير من المغرب الحاج طيب فايز القيسي من عمان الأردن يقول اعتقد بمنسبة لما يسمى بالاستفتاء على الدستور فإن الشعب التونسي وبالإضافة إلى الحزاب المعارضة الإدلا بأصواتهم بلا كما يقول وذلك خوفا من أن يجمع الرئيس المنقلب مجموعة من مطبليه الموافقين ويتذرع بأن هذا هو الشعب قد صوت لصالح الدستور الجديد وتنجح خطته الانقلابية يعني هناك تشكيك أصلا يا أبو يا فايز هناك تشكيك في أمانة النتيجة لأن الهيئة هذه هي هيئة الانتخابية شكلها سعيد وبالتالي ما أدراك أنها ستكون نزيهة إذا كانت اللا غالبة ستقول هي النتيجة كانت بلا ما أدراك هناك تشكيك واسع الآن الحقيقة وبالتالي الصوت الآن الأعلى هو أنه مقطعت هذا الاستفتاء وليس المشاركة بلا أبو حمزة من المغرب يقول لماذا لا يذهب التونسيون لإلغاء دستور سعيد بالتصويت ضده بعد التأكيد من سلامة ونزاهة العملية هذا الكلام اللي رديت عليه الآن يا أبو حمزة من المغرب الذي ينقلب عليك الذي ينقلب عليك الذي ينقلب عليك خذها بالبديهة أنا لا أدري ماذا أحيانا نحن لا أقول ساذجين ولكن بسطا على نياتنا كما يقال بالعامية اللي ينقلب عليك وعلى دستورك تتوقع مني يكون أمين أنا أختصر لك المسافة ولا أوجه أحدنا هنا ولكن أتحدث لأني مواطن يعني ينقلب لك على مؤسساتك ويطيح لك بالبرلمان ويطيح لك بالحكومة ويحرق دستورك ويضع بعض الناشطين في السجن والآن ناس ممنوعة من السفر ثم تقول لي يا أخي أنت شارك بألك النتيجة أمينة ونزيهة ما شاء الله عليك يا رجل يا رجل طيب ناخذ مشارك طيب واضح بأن هناك إشكالية في الاتصال لا أدري من الطرف الآخر أم من عندنا ولكن يريد أن يحاول يتصل مازال هناك خمس دقائق على كل حال كافية لكل من يود أن يشارك أبو حسن يقول لماذا الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء هذه فرصة ذهبية للمعارضين لإجراءات الرئيس سعيد أن يصوتوا ضد الدستور ولكن الموضوع الاعتراض لمجرد الاعتراض هل هذه الديمقراطية التي تريدونها يا أبو حسن أجبت على هذا السؤال يا رجل لا أدري البعض بحسن نية أم بسوء نية لا أدري الحقيقة ولكن أنت كأنك كأنك يعني حاط إيدك في فم الثعبان وتقول والله هو وعدني أنه ما ما يلسعني خليني أجرب طيب هو انقلب عليك وأطاح بثورتك وأطاح بأحلامك وأطاح بدستورك وأطاح ببرلمانك يا رجل وتقول لي والله خليني أشارك في الاستفتاء يعني ما لك يقبلني أقول له لا شو قل له سعيد ماضي كل هذا كله مصرح كما قال البعض كله مصرح مصرحية الاستفتاء ومصرحية الانتخاب يريد أن يكون حضرة الزعيم لكن الشعب التونسي يريد الديمقراطية ودولة المؤسسات ولن يركع ولن يخضع أنا هنا الحقيقة لا أخرج عن السياق لا هذا هو صلب السياق لأن هذه المهنة يجب أن تقف مع الشعوب إن لم تقف مع الشعوب فلا بارك الله في هذه المهنة طاهر من تونس فضل يا طاهر يا أهلا بيك بسمي هكي باس إن شاء الله الحمد لله فضل إن شاء الله سامعك عزيزي فضل بالنسبة للدستور المر هذا 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 لأنني أصابت في هذا الشعوب بقايا بتاع استعمار شوفي ما خلد هذا كعمر تقريب 95 سنة أو 200 سنة هذا كذلك من أكبر المزايفين في الدستير ومزايفين في الانتخاب معروف عليه مئة في مئة زيت أنا بالنسبة أنا أقوله الشعب التونسي يلزم يوقف وخرجوه مضاعم من تونس أسر حتى أنا عابير موسي هذا كالب لا لا دون إساءات شخصية لو تكرمت لو تكرمت لو سمحت شكر لك طاهر من تونس أشكرك جمال من الجزائر جمال أهلا أخويا صالح يا أهلا بيك فضل يا أخويا أنا أحبت أن أقول لك وأحبت أن أتكلم معك باللهجة الدرجة بشي فهمون يا أخوتي تونس حلو هذا المنقلاب يرغبوا لكم مدعم من العسكر ومن الداخلية لا يمكنهم أن يكونوا لهم هذا السيد هذا اللي يرغبوا لكم من الربو يسير فيكم وعليكم أطلب من الشعب التونسي يخرج كافة ويخرج إلى الطريق وعصاب واعتصام مدني والله العظيم لا يبقى 48 ساعة شكرا لك جمال من الجزائر طيب أعود للاتصالات ولكن أريد أن أيضا أعرض بعض المشاركات عن طريق الواتساب مريم من المغرب تقول ما وصل إليه الوضع اليوم في تونس كان مخططا له منذ البهرجة التي كانت تخلقها عبير موسى في البرلمان تقصد الفوضى ليست البهرجة ومن خلالها تم تضليل كثير من التونسيين حتى وصلوا إلى هذه الحالة نوردين سليمان من المغرب يقول مدامة الكلمة متفرقة والمتربسون بالسلطة كثيرون والشعب بدون قائد تجتمع عليه كلمتهم سيبقى قيس عيد في منصبه وعلى رأيه إلى أن يعم لا أدري ماذا يقصد يعم يعني ومفتوحة يخسر الجميع ويقع ما وقع في مصر لا قدر الله أبو علي من بريطانيا تفضل أبو علي أبو علي مساء الخير مساء الخير يا أستاذ صالح تفضل أستاذ الكريم بالنسبة للثورة الربيع العربي لها أعداء كثيرة عزيزي نتحدث على تونس دعني من ثورة الربيع العربي الآن تونس وما يجري فيها مشكلة التونس هي الربيع العربي مشكلة تونس كلها هي الربيع العربي وعقونة العرب هي تونس ثورتها فبالتالي فبالتالي سعيد الرئيس قيس بن سعيد هذا الرجل ما يقتلب على الشباب وعلى الدستور وعلى البرلمان وعلى هذا الأشياء كلها بتمويل وتشقيع من دول معادلة لهذه الثورات العربية فبالتالي الشعب التونسي عليه أن يخرج خرقة الرجل الواحد وأن يقوم بعملية إضراب عام وشلل تام حتى الرجل هذا يسلم السلطة إجبارا وغسفا عنه هذا هو الحل يعني تقصد أبو علي لابد من عصيان مدني شامل من شمال البلاد إلى جنوبها بالضبط هذا هو على كل حال كان معنا ضيف في حلقة سابقة قال بأن الخطوة التالية هي العصيان المدني فيما يبدو شكرا لك على كل حال أبو علي أشكرك أبو علي من بريطانيا معنا أيضا أبو علي ولكن من أمريكا مساء الخير السلام عليكم وعليك السلام تحياتي أستاذ الكريم أنت بتعرف عادة أنا يعني ما بتدخل بالأوضاع التونسية مش لعدم الاهتمام أنا متابع ولكن ما بتدخل لأنه يعني أمور داخلية ولكن أنا فيه بما أني بحب الشعب التونسي وبخاف عليهم أنا بالنسبة إلى الشعب التونسي كانت البذرة الأولى التي نمت تحت صخرة صخرة الاستبداد ونمت شجرة قلعتها لهذه الصخرة للشعب التونسي اليوم أنتوا الأوضاع يعني هاي الثورة اللي أنتوا عملتوها بالألفين وحداش وخلاتوا نظام بن علي اللي كان مشتبد لسنوات نظام نظام سعيد يعني نظام هش يعني يعني بضم صوت للأخ أبو علي من بريطانيا اللي بيقول لك يعني عصيان مدني بس لو عملنا 1% ثورة كم قوة نظام سعيد يا أخي نظام سعيد بيجهز لنظام بن علي جديد وانت شايف من أصدقائه الإمارات بن زايد السيسي وانت شايف زياراته مع السيسي ومكالماته مع السيسي وشايف يعني أنا نحن نختلف مع مثلا مجلس نواب التونسي يعني قبل فترة يعني كنا نختلف معاه يعني في أمور كثيرة ولكن ولكن نحن في نطاق الديمقراطية ماشي في الرأي والرأي الآخر نحترم بعض طيب الاختصار أبو علي الاختصار أعطيني الزبدة كلمتين الاختصار الشعب التونسي لازم يتحرك أو رح يخسر كل الاكتسابات اللي أخذها من 2011 شكرا لك أشكرك أبو علي من أمريكا شكرا لك محمد علي من تونس محمد علي في دقيقة واحدة يا محمد فضل أخويا صار أحمن أحبائي شكرا لك نتذكره الانتخابات اللي كان يقوم بها بن علي كانت مهزلة تم معنى الكلمة اللي بيصير طفل السفتاء هذا مهزلة أكثر من الانتخابات بن علي أي معنى كل اللي بيشارك فيه سوريين ومدفوعي الأجر والشعب التونسي واعي بالمخطط هذا متاع قايا قايا السعيد السفتاء هذا مش مش ينجح حتى كنشعه هو راه باطل 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 هذا يقوله يا صالح أشكرك محمد علي من تونس شكرا لك مصطفى من ليبيا يريت تكون لبق أكثر حتى أعرض رسائلك عزيزي لكن اللغة الهابطة الحقيقة لا أستطيع عرضها في هذا البرنامج المحترم أعذرني موسى العمري من أمريكا يقول عندما نجح التورة تونس وأجريت الانتخابات بكل ديمقراطية كان الرسال حالنا يقول يريتني كنت من تونس لكن انقلب من حسبناه موسى انقلب فرعون قيس سعيد كارثة على تونس بكل المقييس لكن الله يا تونس يقول موسى العمري من أمريكا رسالة أخيرة أيضا يقول صاحبها أعتقد أن قيس سعيد جاء ليصلح نظاما فاسدا فلا تتحاملون عليه وأعطوا الرجل فرصة والله أعطوه التوانسة فرصة لكن لا يريد أن يلتفت لأحد يا عزيزي لا يمكن أن بالمنطق يا رجل أنتم عايشون في أنظمة ديمقراطية ولا أنظمة شمولية أو أنظمة ما بعد الشمولية أرهوا متى يعطى الإنسان فرصة عندما يكون راغب في الحوار وراغب في التواصل وراغب في مشاركة الآخرين وراغب في الشورى ديننا يدعونا للشورى هذا الرجل لا يشاور لا يتواصل لا يتحاور لا ينصط لأحد فكيف تعطيه فرصة صلوا على النبي أنتم بالعقول ولا بدون عقول طيب أدركنا الوقت على كل حال أشكر كل من تفاعل معنا أكان عن طريق الهاتفة ومن خلال الواتساب لكن ننتقل لفقرتنا الأخيرة كالعادة مراسلوا الرأي الحر طيب أبدأ برسالة شيماء شيماء من ألمانيا تقول جولة محمد بن سلمان هي للترويج والدعاية لإنجازاته ولمشروع اليوم القادم على شاطئ البحر الأحمر بطول 200 كيلومتر للسياحة والترفيه شبيه بدبي والذي تبنيه شركات أغلبها إسرائيلية التمويل يتم من مصدر الدخل السعودي الرئيسي وهو ليس النفط فحسبه إنما من أموال الحج والعمرة أم هاي ثم تقول سيكتب التاريخ للأجياء القادمة عن شهيد الإعلام جمال خاشقجي وعن فريق المجرمين الذين قطعوه إربا والذين ستلاحقهم دماؤه صباحا ومساءا وستلاحق أيضا من أعطاهم الأوامر حتى ولو تحصن خلف جدران قصور مشيدة وحتى لو أصبح ملكا أو إمبراطورا أبو أحمد من السعودية الهدف الأساسي من الانقلابات العربية هي إقصاء وتشويه أي مجتمع أو جماعة تتبنى الدين الإسلامي وتحاول تطبيق شعائره وتحويل الدول إلى دول علمانية عميلة تخضع للدكتاتورية كما يقول مع استبعاد أو القضاء على كل ما يمت بصيلة إلى الدين الإسلامي وتجهيل الناس وتنزع الدين من قلوبهم ومجالات الحياة وهذا ما تسعى إليه بعض الدول حمود أو حمود العميسي من اليمن خليك حيادي لأن الإخوان يعرفوهم الشعوب العربية أو تعرفها الشعوب العربية لا أدري إن كانوا فاسدين فلن يفيدهم المديح وإن كانوا صالحين فلن يضرهم النقد ونحن دائما حيادين عزيزي أنا لا أدافع على الإخوان يا عزيزي أدافع على المنطق السليم أنا أحيانا في الحوار والنقاش انتقد الإخوان كما تشاء أحمد الأنصاري من الإمارات يقول تحت مظلة مليكنا سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السديدة سوف تركع أمريكا وتركيا لكل القرارات والتوجهات التي سوف يفرضها أسد العرب أسد العرب الشيخ محمد بن زايد أو الأسدي العرب الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان وبالتنسيق مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله جميعا لأنهم أو لأن الحق حق والباطل باطل صح لسانك الحق حق والباطل باطل ولكن ليس بحكمك أنت على كل حال لن أعلق أكثر من هذا بهذا نختم حلقة الليل كالعادة نشكر كل من نشارك معنا قبل ذلك المخرج تذكرني برقم الفقرة مراسلوا الرأي الحر يا جماعة الخير تعتمد على الفيديو هذا عندك موبايل سجل هذا الرقم اللي أمامك لو تكرمت ما تقول هني شفتوا الرقم سجلوا على موبايلك تحت فقرة مراسلوا الرأي الحر سفرين أربعة أربعة سبعة ستة سبعة سبعة ستة ثنين سبعة ستة سفر تمانية سفر تسعة وارسل بالفيديو الفيديو سجل أي مشهد أمامك مهم أو حوار مع شخصية أو مع فقير أو مع سياسي أو أنت نفسك ارسل فيديو شارك بدقيقة وكن نجم هذه الفقرة بهذا نختم حلقة الليلة كالعادة نشكر كل ما شارك معنا وسامك العادة في إطراء هذا الحوار والنقاش لقاونا بكم تجدد كالمعتاد وما غدا بحول الله إلى اللقاء